السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواتي كديري لبس اليكم كنتمنى اتلقاكم هذا الفيديو باخير والاخير تكونوا في تمام الصحة والعافية انتم لم تشاهدوا الفيديو اليوم اعتذر على هذه الغيبة ومرحبا بكم معي ثاني في القناة ان شاء الله تشوفوا معي موديلات جداد ولبسة اللزوينين ان شاء الله مهم اليوم ستشارك معكم واحد الكسيوة بالنسبة للتوب هذا الملحفة سوف نعرف الملحفة يعني تكون فيه 4 متر او شي حاجة بالنسبة للتوب هذا سنخدموها البنات على شكل طول يعني نخدموه بالطول لا نخدموه بالتنكيز كما تلاحظو هنا يخدمت بالطول هذا هو العرض للتوب كنتو على زوج يعني في عوض ما تخدمو البيجاما مثلا نشرح لكم في عوض ما تخدمو البيجاما بالتنكيز يعني بشتخرج لكم توب الملحفة في عوض ما تخدمو البيجاما نحن نخدموها بالطول يعني العكس سوف نخرج منه الكسوة فيها الفرافر من التحت يعني هنا يمكن نخرج أول حاجة 40 سنتيم دي الفرافر يعني سوف تكون 40 سنتيم دي الفرافر و 40 ثانية سوف ندير من الخلف يعني بشكي يجيني دكت تكراش في التوب يعني هنا يحيط الطبقة اللي سوف تأتي دي في الامة حطيتها على التوب لكي تأتي دي الجهة الثانية دي الخلف فهم يعني سوف ندير واحدة من الامام واحدة من الخلف كنتمنى ان يكون فهم يعني في الدورة دي البياسة من التحت ومن بعد يعني نخلي الطوية دي التوب كما هي الطريقة الساهلة لبنات وشرح الفيديو نفسه هنا خليت التوب بالطول دياله وهذا ناخد مترو يعني على حساب الطول دي السيدة مترو 40 مترو 45 مترو 50 ومهما تلاعبوه على حساب الطول ديال الكليانة ديالكم هنا كانت تبقات لي مترو اختيت واحد المترو جور سنتيم والمترو ربعه سنتيم لنخليوا التنية ديالنا وهذا والزيادة دي الخياطة كنترسي الكتاف 20 سنتيم والعونق 8 سنتيم على ثلاثة ونهبط ثلاثة في الكتاف بهذا الشكل هذا وندير تقوير ديال العونق من بعد البنات غضا نهبط في التركيز نهبط ب 20 سنتيم وعندي في الربع 30 سنتيم عندي في الربع 30 سنتيم يعني انتم معارفين القاعدة ديال التركيز كيف شكل القاوها رضي اخدمتها معاكم المهم هنا يكنترسي التركيز ديالي بهذا الشكل هذا ومن بعد غضا ندخل في الإيفازي بالنسبة للإيفازي نهبط ب 12 سنتيم نهبط ب 12 سنتيم نحدد النقطة للإيفازي وندخل في الإيفازي مثلا ندير 30 في التركيز ندير 28 في الإيفازي بالنسبة للإيفازي ونحاول نخرج بالبياسة ونخرج بالطبشر للجنب للتوب بهذا الشكل هذا نحاول نضغط بالطبشر حتى نضغط نحاول نضغط نحاول نضغط كيف تقوم بإيفازه ونضغط نضغط نضغط قطعة ستكون في الامام وقطعة ستكون في الخلف هنا اختيت الضوفة وطراسي لدورة العنق ندير 10 أو 11 سنتيم وقدرتها مرباح سندير فيها لاستيك ونهبط في الكتيف بـ 1 سنتيم ومن بعد ذلك السنتيم اللي هبطت في الكتاب هو اللي سنزيده في التركيز يعني ذلك الشي اللي نقصت هو اللي زيت في التركيز ديالي يعني بهذا الشكل هادا من بعد غدا ندوز الأكمام بالنسبة لبنات الكوميمات كنحاولوا أننا التوب منضيعه بطبيعة الحال حيث هذا التوب هادا غدا نخرج منه ونشاركه معكم ونشاركه معكم غير هذه البيسة خرج منه جوج خرج منه هادا الكسيوه هادا وخرج منه بيجاما قصيرة للبطار يعني شي حاجه خفيفه جدا جدا يزوينه انسيسها بالنسبة لصورتها لكم سمحوا لي المهم هنا سنترسي الكوميم اختيت في العرض للكم 24 سنتيم يعني 20 سنتيم تركيز نزيده على 4 سنتيم ونضيفه هنا نخط طول بالنسبة لطول لدي الكم 58 سنتيم تزيده 1 ثلاثة أو لجوة سنتيم لدي 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 هنا نضيف الغن لدي كوميم بها الطريقة واضحة وهنا سنضيف 18 أو 19 سنتيم في عرض لكم بها الطريقة هذي بهتشكل هذا بالنسبة لكم كما كما تلاحظوا كيجوا عراضين ولا كيبني كنديروا ليم لاستيك فكي تجمعوا هنا البناز كنمشي مع مع الترسج بالنسبة للطريقة دي كما دايجا خادمها في القناة وما زل ان شاء الله غضا نشارك معكم فيديوات اخرين كنعتادرة البنات على هذا الغياب الطويل صراحة ماشي الخاطري وما زل كنين موديلات كنة شي حاجة اللي كتم صورها غضا نشاركها معاكم غير صبروا لي شوية هنا البنات غضا نقطع هنا غير الثبطين دي الخلف والثبطين دي الامام تهوي يعني ناخد واحد طرف ديالتوب هذي شكل هذا وناخد ثبطين ديال ديال الامام هنا يقدر ناخد ديك القطع اللي قطعت ديال 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 العونق كنحطها على التوب باشغير نتراسي لها اولا كتاخدوا الضوفة ديال الامام وكتراسيه عليا يعني الطريقة الكتريه حكم تومه صافي بهتشكل هذا يعني ايما تاخدوا الضوفة ايما تاخدوا غير ذا كتريف ديالتوب وتخدموا عليه صافي بهتشكل هذا كي يجي الضبطين ديالنو صافي هنا اللي بقالي بالتوب كيمو قلت لكم هنو ننبغي بياسة صغيرة وهنا غدا ندوس الخياطة بالنسبة للخياطة غدا ناخد دورة ديالعونق غدا ناخد ثبطين للامام هنه من بعد ما سورجية البياسة بطبيعة الحال غدا ننخيط الخياطة اللي اولا ديال سانتيم غدا نضربها على العونق كنديرو الوجه ديال تبطين على الوجه ديالبياسة بهتشكل هذا وكنناخد سانتيم ديالي وكننظر على اه كما تلاحظوا بها الطريقة هذي بالنسبة للبنات الذين لا يعرفون ماذا يركبون بلاستيك البياسة رديج أخدم سمعكم بلاستيك رقائق و 3 استيك عريض يعني ديج أخدمه معكم هذا الموضيل غير العونق أعفون هو اللي يخدمه معكم الموضيل ما يخدمه معكم هنا كندير كرانات في في القنط الكل هنا يا البناتك ممكن تخدموا بلاستيك رقائق ممكن تخدموا بلاستيك عريض قلبت البياسة على الظهر بهذا الشكل هذا بحيث سبطين هو اللي الفوق لكي يجيني سهل هنا قد نخيط خياطة سنتيم من بعد ما قلبت البياسة قد نخيط خياطة سنتيم بهذا الشكل هذا نوصل لهنا ونضع للاستيك نضع للاستيك بهذا الطريقة هذي الطريقة التي تصبح سهلة لأن البناتك لا يعرفون اللاستيك سوف نخشي البرا فهذا نبدأ نجبد هنا نقاد ونجبد نحاول أنني منجبد بزاف ومنطلق بزاف يعني نمشي باش غري تكرش لي الكل غير شوية بفهم سوف نغطي اللاستيك ونخيط بحل ما هكذا نجبد من الجوية بجوج بشي جيني سهل هكذا يعني نجبد بيته بجوج بحل ما هكذا سوف نوصل للقنط ونضع البرا ونضع سوف نجبد سوف نضع البرا نضع البرا ونحبس نضع البرا هنا بناسرة درت على البرا وعادة بش عودت الخياطة الثانية ما عليش كليش متشددج درت على البرا المرة اللولى ومرة الثانية خيط غرف البرا فهم يعني خيط المرة اللولى ده كسنتيم درت به كامل على البرا ومن بعد درت واحد الخط ثاني على البرا سوف نضع البرا ونضع البرا كما تلاحظوا في الفيديو نضع البرا نضع البرا نضع البرا نضع البرا هنا كنتني سنتيم ثاني يعني السنتيم كنبدأ بي وكن نكمل بي يعني هنا السنتيم اللى أو السنتيم اللى تنيس في اللول كنتني في الجهة الثانية بشاكو مني كنبغي نقلب ثاني كيجيني دك السنتيم دي جا متنين يعني مكن حنا ماكن نمكش مقاش مضاربة معيني كي تنمع يا غير بوحده مني كنبغي نخيط الخياطة الثانية بش نفيني ثاني بش نفيني ثاني سافي بهتشكلة ده بغض نقلب هنا البناس كيما كتلاحظوا هاكده كيجي هنا هاكده كيجي هناك السنتيم هاو متني غا نحاول اني نقاد هان شو ما يعني حاولت غير قادة تبطين ديالي سافي وغلنا ننظر على غنظر على دورة العنق ننظر على بوحدة السنتيم دي الخياطة هان شو ما هناك كيفة شو ضح ليكم سافي هنا غيرك نقاد ونخيط هاد شكل هذا ممكن نديرو ها التبطين ممكن نديرو التبطين اللي كيناسب كومتوما يعني كل واحدة وكيفاش كديرو التبطين موما كنديرو مكاملين على حسب الموضل يعني هنا عندي الموضل يلاسيك ضرورة خصي ندير هذا كيلي كيغير كيتني يعني كل واحدة طريقة اللي كتناسبه وكلمة الاحسن تديرو هذا هذا من نسبة لهنا حيث عندنا لاسيك في الامام هذا هو اللي كيجي يعني كيجي زوين في عوض ما انكم نديرو شي طريقة اخرى يعني هذا كيجي زوين مع هاد مع هاد القول دي اللاستيك صافي هنا يدرس على التبطين دي يظهر بهالطريقة هادي كننحاول غير نقدك سنتيم او لنص سنتيم اللي تنيس في الاول صافي كندير لاريتمو صافي وكنحبس الخياطة ديالي من بعد غدا ندوز نمنطي لكم يمات ديالي وندير بعض اول حاجة غدا غدا ندير دوك الفريفلات اللي غدا ندير في التحت او لا البليات او الفخونس يعني ممكن تديرو اللي كي يناسب كومتوما انا هنه يدرت البليات البنات مدرش الفخونس غدا ناخد الاسفل خرجة الاسفل غدا ناخد ديالية الطبقات اللي كنت فصلت معكم 40 سنتيم وحدة غنديرها في الامام وغنبليها في الامام وغنبليها في الخلف نفهم يعني هادي الامام وغنحاول انى اني ندخلها كاملة في التوب يعني كلها غنبليها هنحاول اني منضيعش بش هكو كتجا عاطي المنظر زوين طفي غدا نحاول الخيط وغدا نبقى نبلي غندير وحدة في الامام ووحدة في الخلف عندي جوجات هنا هنحاول اني نبقى غادية نتليه في التوب ونخيط حتى نحاول اني ندخلها كاملة في التوب صافي بهالطريقة هذي مهم غدا نخدم الامام ومن بعد غدا ندوز نخدم الخلف ديال بياسة بنفس الطريقة لبنات يعني بهالطريقة غدا نكمل حتى نخدمهم بجوج هنا البنات انا هنا كملت لي بلي خدمت الامام والخلف وضعت منطقة الكوميماس بنسبة لكم يماس منطقتهم بطريقة عادية كما كتلاحظوا ومنطقة البياسة حتى الاسفل ديال بغدا ندوز للكوان بنسبة لكم ها انتو ما كيشفاش كيشي وعراض اذا ناخد لاستيك بالنسبة لكم هم درتوا لاستيك رقيق انتو ما غادي تستعملوا لاستيك رقيق او لاستيك اعراض لي اعجبكم والبناس وجمك يجوزويني نحاول ندخل لاستيك في لكم بهالطريقة هذي ونحاول داك لاستيك يجيني في القبضة ديال يد وفي نفس الوقت مني انتيري يجي على الوسعية ديال دورة ديال 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 لكم يعني متديروش صغيرة لبناس حاولوا انكم مني انتيري وحتى انه يجي معلكم هو هاداك صاف هناك نبقى انتيري فلاسيك يعني نجبد فلاسيك ونخيط بعد شكل هادا حسننظر على لكم كامل بهالطريقة هادي هانتو ما لبناس كيفاش كنجبد وكنخيط بطبيعة الحل بنفس الطريقة لابا ستخدمو لاستيك عرات هنا كيما كتلاحظو كنجبد ونخيط صاف هنا يا مني خيط الخياط اللولى من بعد غدا نقلب غدا هادا هادا للاستيك ادا غدا اتنين نخليها للداخل ونخيط الخياطة الثانية اللي ستدرق ليلة استيك هتخليه ليلة داخل في الكم صافي تاني هنا بنفس الطريقة هنبقى غادي نجبت في الكم ديالي ونخيط حسن ندور على الدورة لكم كاملة نبقى غادي بها الطريقة هذي ضرورة بنا نجب دوم زيان باش الخياطة نجيكم شمكة ممشا يعني كنحاول اني نجبت قدر الامكان ونخيط مهم بقا غادي بحل ما هكذا حسن ندور بلكم كيجي بها الشكل هادا البنسكي ما كتلاحظو كيجي زوين وكيجين فيني ولاسي كيجي لداخل كيجي بها الطريقة هذي دابا غادي ندوز اللوغلي ديالبياسا بالنسبة اللوغلي ممكن تديرو تكفي فريضة او لرقيقة على حسب انتو مش نخليتوا بالنسبة لي انا خليجو سنتيم هي اللي غدا نتني نحاول اناني ندخل نتني ديك جو سنتيم بهات شكل هادا بالنسبة لانا فاش فاش فصلت الضوفات ظهروا الامان راني طلعت بوحد طلعت في جناب ديالبياسا يعني ما حتش نطلعت حتش نطلعتها في هاد حتش في جليل حتش طلعتها لبنت في الاول صافي كنكن درت سريت البياسا ديالي طبعا نشارك معاكم تشكل نهائي ديالا كما تلاحظو كتجيبها تشكل هادا وطريقة سهلة وكتجيك سيوا وممكن كالي يلبسها كسوا كالي يلبسها بيجاما يعني لحسب الرغبة ديال كل وحدة يعني را كيجيوا زوينين وكيجوا آناقين هانتم ولكم يمسل بناس كيفاش كيجيوا وهنايا بالنسبة بالنسبة لالكل كيفاش كيجي سوو كيجي زوين كيجيب هاد طريقة دابل بناس قد نشارك معاكم شكل نهائي ديالها من البوسة من بعد ما نصلحها هانتم ولكم كيفاش كتجي في اللبسة كتجيب هاد طريقة هادي مهم بناس كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم اتنالي اعجاب ديالكم وكننعتدر مرة اخرى على الغياب اللي غابت عليكم ان شاء الله كنواعدكم فيديوات جداديين اللي غيكونوا زوينين بالنسبة للموضي ديالنا كيجيب هاد طريقة هادي هانتم ملاسيك ديال الكل كيفاش كيجي انا حاولت انني ندير زيف التحس ديال الكل باش هقيبل لكم الخياطة ديال كيفاش كتجي وبالنسبة للعرض هانتو ما يعني وخام خدمة بالطول ديال البياسة صار كتجي عريضة حقاش حنا معدناش الغرض في الكلوش حيث الكلوش غادي نديروه بدوك الجوش قطاعات اللي درنا بنسبة لكمام داروري تزيدو ديك جوش سنتيم حسن ثلاثة سنتيم باش جي فيهما ديال كشكاشة هادي وبالنسبة البياسة من التحت هانتو ما كيفاش كتجي بدوك اللي بلي كيفاش كيجي في البياسة صار حكتجي آنيقة وكتجي زوينة كنتمنى انكم تتبعوا لفيديو من الاول حتى الاخير باش تنجحوا في الفصالة والخياطة ديالها متبخلوش علي بلايك ديالكم بتجي عايزكم باش هاكم ونغبرش عليكم مرة اخرى كنا نشكر رقع لبنات اللي يسولوا فيها دائما ولي خلو اللي يتعالقهم ولي كانت يسولوا في التعالق وصولوا فيه في الخاص شكرا لكم بزا 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 وبسلام عليكم اشتركوا ان شاء الله